السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد على صفحتنا على الفيسبوك وقراطنا على اليوتيوب ترول فارغ خير لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله هنشتح في الدرس ازاي ازاي تحل مشكلة الاجهزة المدفيروسة. حل مشكلة الاجهزة المدفيروسة. هنوريكم طرق عشان تحل مشكلة الاجهزة المدفيروسة. لو انت عندك اجهز الكمبيوتر بتاعت لقيت في خلل اه زي مسلا تجلس تطب برنامج ما بيتسطبش معك. بيهنج. ومع انها كانت كويسة جدا. بتلاقي مشاكل كتير من السبب الفيروس. طب هنقولكم ازاي? وازاي تحل المشكلة دي? وازاي تحل مشكلة الاجهزة المدفيروسة? تحل مشكلة جهازك المدفيروس. اول حاجة. تغير نسخة الوندوز. ليه هقول لك تغير نسخة الوندوز? انت ممكن تقولي. طب انا ممكن اخد الهارد. واعمل عليه اسكان وبعد كده ارجعه تاني واشغاله. ممكن تعمل الطريقة دي ولو مش عايز تغير نسخة الوندوز. بس لو انت ضمن ان بياناتك محدش هيقدر ينسخها عنده. او ملفاتك الشخصية او صور الشخصية او فيديوات الشخصية محدش هينقلها. دي تمام. بس انا كطريقة مضمونة. اول حاجة تعملها انك تغير نسخة الوندوز. اول حاجة تعملها تغير نسخة الوندوز. تاني حاجة بعد تنزيل نسخة الوندوز تنزل برنامج حماية. يعني ما تخشش على خالص. ولا على اي بارتشان. ليه? لانت اصلا جهاز بتاعك مضمونة. ولسه محمل نسخة الوندوز. اول حاجة هتعملها هتنزل برنامج حماية. تنزله من عندك استوانة ليه. ومتأكد منها اللي هي جابة من المكان مضمون. من عند واحد مسلا مضمون. في عندك وغيرهم. تدار تحمل البرنامج المناسب ليك. لو جاهزك مسلا امكاناته عالية. ممكن اتشغل افيرة عليه. لو امكاناته ليه لها ممكن تشوف برامج تانية. افيرة يعني بيتقل الجهاز لو امكاناتك لا يفهمش هتنفع عليه. فليه انا بقول لك ليه ليه ما تخصش يعني انا اللي حمدت نسخة الوندوز. ليه بقى ما اخصش الوندوز? هقول لك ليه? دلوقتي انت ما تجي تحمل نسخة الوندوز. يعتبر شلت النسخة اللي موجودة عندك على ونزلت نسخة تانية جديدة خالص. فاكيد النسخة اللي هتكون نازلة. مش هتبقى متفيروسة. لو انت منزل نسخة نضيفة. فبش هتلاقها متفيروسة يعني. متبقى من النواد انك كاري نسخة متفيروسة. او ممكن متحملة من مواقع غير موثوقة بتبقى متفيروسة. لازم انك تنزل بينامج انتفيروس. لقى ما بقى من على النت. لقى ما يجيبها من يعني من حد على فلاشة وما يكونش عند فيروس. طيب انت لو دخلت على دول الفيروس هيتنقل للسي عندك في الوندوز. ما اخصش على الارض خالص. عشان الفيروس ما يتنقلش للنسخة ويبقى وظالي. فحتى لو دخلت. ولقلت لي طب انا عندي نسخة جوه انا مسلا. حتى طب في الزرف اللقى ما تتخشش. انت لو دخلت هتجي تسطى بالنسخة. كيف كنت تعتبر الفيروس اصلا بينتشر بسرعة. هتجي تسطى بالنسخة مش هتسطى. حتى لو سطبت هتجي تعمل اسكان مش هيعمل اسكان ومش هيفش حاجة. يبقى ملعش لازمة. فانت ما تيجي تعمل حاجة اعملها صح. فانت خلص حملت نسخة الوندوز. ويزبط. جيب برنامج خارجي. وامل اسكان على يعني اسكان على السيستم كامل. على النزام كامل بقى عندك. على الارضات كلها. على الارض كله مهما كان عند البرترشن بتاعته. تعمل اسكان كامل عليهم. تقفش الفيروس من عليه. بعد اما خلصت وعليجتهم. تقدر بقى على الارض. وتقدر بقى شوف انت عايز تعمله بقى تسطى برامجك وكل حاجة. خلاص كده انت حلت المشكلة بطريقة يعني كويسة جدا. ودي الطريقة الصحة اللي تقدر تمسح فيها الفيروس. فاتبع التاريخ اللي ننترك على دي. عمل نسخة الوندوز اول حاجة. تانية حاجة تنزل البرنامج عند فعلا ما تخش على اي هارض عندك. اسكان بقى يعني تعامل نسخة تقوم بنزم على النت برنامج حماية. او تجيبها من عند حد تاني. يكون ما عندهش فيروس. وبعد كده تعمل اسكان. وبعد كده تبدأ تخش على الارض عندك. يعني ما تخش على الارض قبل ما تعمل عليه اسكان. عشان الفيروس ما تنقلش للوندوز. ويوقف لك الجاز. فيه بقى هقول لكم طرق للوقاية من الفيروسات. اول حاجة الفلاشات الخارجية. مش اي حد يديك فلاشة خارجية. ثم هتطعك الجاز. ومسلا منزل لك كام لعبة. تفرح انت بالالعاب بقى. انا والله ده انا منزل لها بحديثة بقى. ومنزل لبرامج احدث اصدار. تجي تخش. تلاقي الجاز مع السلامة كده معك. الفيروس تنقل البرامج ما تشغلش معك اصلا. ولو اشتغلت هتحنج معك بعد كده. باست الجاز. اول لما تجي لك فلاشة. تعمل عليها اسكان. اه وتشوف عليها فيروس ولا لا. ما تخدش اي فلاشة وتخش عليها. تقول اعمل عليها اسكان اول حاجة. دي عشان تحفز جازك من الفيروس. تاني حاجة فحص دورة على الكمبيوتر. يعني انت عندك برنامج انت فيروس خلاص. وعملت اول حاجة. فحص كامل عن الفيروسات على الكمبيوتر. تعمل بقى فحص دورة يعني مسلا. تقول مسلا كل شهر. هعمل اسكان على الكمبيوتر. كامل. او كل شهرين. على حسب زي ما انت عايز. بتعمل اسكان. لو في فيروس ولا حاجة دخل جواه الارض بتلحاوه قبل ما ينتشر وتمسحه من عندك. تالت حاجة تحدث برنامج الحماية عندك. عشان لو في فيروس نظهر جديد. يقفش اي فيروس كان قديم او جديد. او تنزل برنامج حماية اصدارة كويس. اجراء الفحص على البرامج المحملة من الانترنت او المنقولة. انت نزلت برنامج مسلا من على النت او لعب او اي حاجة اعمل عليها اسكان. ولو منقولة يعني مسلا خدتها على فلاشة او من عند اي حد. برضو زي على فلاشة مسلا. انا لتمنعها ده على فلاشة. اعمل علاقة اسكان برضو عشان ايه. لو في فيروس تقدر تلحقه. تنزل البرامج والالعاب بالمواقع ومصادر موثوقة. يعني مسلا انت ممكن تنزل من يعني من الموقع الرسمي للبرامج دي. زي مسلا برنامج انترنت دا ونود مانجر برنامج التحميلات. فانت ممكن تتحمل من يعني من المواقع الموثوقة. مش من اي موقع او مش من اي مصدر. مش موثوك ممكن يكون اصلا ده فيروس. مش البرنامج الاصلي. فها يضمر لك الجهاز. فانت تأكب من البرامج اللي انت بتحملها ومن المواقع الموثوقة اللي انت هتحمل منها. وده ان شاء الله احنا شغالنا على في مدونة الترول الفارق لتعليم الكمبيوتر. اللي احنا نحاول نجيب لكم البرامج من مصادر موثوقة عشان تحملها بامان من جره فيروسات. الحذر من الرسائل البريد الالكتروني غير معرفة في المصدر. يعني مسلا انت عندك ايميل بتاعك يعني يتكلم لك يعني من اي حد يبعث لك رسالة متعرفش هو مين. يقول لك مسلا ان تحمل البرنامج ده. لا برنامج ده يعني رهيب. هيزبط لك هيسرع لك الكمبيوتر. هيخلو لك طلقة ويخلو لك احدث جهاز في العالم بقى. والكلام ده كله تقوم انت فتح الرسالة وتحمل البرنامج وبتلاقي الجهاز عندك باص خلاص. بش باص يعني بش باص يعني يعني تلاقي تثبت فيروسات عندك على الجهاز. ودي بتبقى فيه يعني رسائل مخادعة كتير. وفيه رسائل اه الاختراك مثلا حسابك يقول لك اه رجاء دخل حسابك مرة اخرى الفيسبوك والايميل ده بيكون مثلا صفحة ومية. تيجي تدخل ايميل لك وبصورد فتبعت له واحد تاني كده انت بتبعت له الايميل والبصورد بكل سهولة. ويقدر يخترق الايميل. فخلي بالك مش اي حاجة تجي لك من على البرد الالكتروني. من الايميل بتاعك تمفتحها. تلاهما انت بش عارف مصدرها مين? او ده مين? في نصايح اه اللي حماك جهاز الكمبيوتر وهاتف المحمول. انت هنسيبها لكم اسفل الفيديو. تشوف ويتقدر يعني تستفد من النصايح دي. وتمنى تكون استفدتوا في الدرس ده. وتابعونا في درس جديد على صحفيتنا على الفيسبوك وقراطنا على يتيوب ترور الفيديو لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.